أعلنت الحكومة فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2027 وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين موضحة أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفعالية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك لا سيما أن مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم هذا ونجحت الحكومة في السنوات العشر الأخيرة في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لأكثر من 12 مليار يورو مثلت دعما هائلا للاقتصاد المصري ودفعا قويا لمنظومة القطاع الخاص حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبية وهو ما ساهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية